وفي شأن صحي آخر أعلن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس اليوم السبت إعادة تشغيل خدمات فحص العمالة الوافدة ومتداولية للأغذية والفئات الأخرى بنظام الحجز الإلكتروني المسبق اعتبارا من يوم غد الأحد وأضاف الغملاس أن تقديم طلب الفحص سيكون وفق الحجز المسبق على موقع وزارة الصحة حيث سيقوم النظام بتحديد مركز الفحص بصورة آلية تبعا لعنوان الكفيل أو الشركة وأوضح أنه بعد ذلك يقوم صاحب المعاملة بإدخال بيانات طالب الفحص والأشخاص الذين يرغب في فحصهم واختيار المواعيد والأوقات المتاحة والمناسبة ومن بعدها ستظهر قائمة تحتوي على المستندات المطلوبة حسب نوع المعاملة